أهلاً مرحباً بكم في قناة English Life مرحباً ستكون يكبر منكم على أدوائيس الشخص تحكم في السماء الشخص تحكم في السماء أعطيت أدوائيس أدوائيس say ليس أدوائيس أدوائيس يلصح من أدوائيس نصيحة نصيحة. طيب ممكن احطي فيرب قبل ادفايس. او نصيحة نصيحة. كان يجيب ادفايس هي نفسها الفيرب ادفايز. يبقى عندي ادفايز لا تجمع. نفعشه الادفايس. نصائح بردك ادفايس. اخذ بالك من بحوظات المهمة دي لحنا نتسميها الانجوج. هيتعلم ازاي ادفايز سمون. انصح شخص ما. بسمارنية. وهنا ادفايز ممكن احط buffalo object. مفعول. ادفايز يو. ادفايز هيم. ادفايز هير. ادفايز مي ماان. ادفايز مي تيتشا. ثم تو او مايłu توا. هو مايwritten. يعني انا انصحك. باعدوا يعني هيكمة من these ادفايز يو. ا krijgen you. او ا عا bloss experiment. ا او ممكن ايضغل تانو كذا كذا. ا ا ا ا ا ادفايز I advise you not to waste your time. ألا تضيع وقتك. إذا أخذنا كده أول تركيبة في النصيحة. إزاي? I advise you. أنا أنصحك. إزاي أدو النصيحة؟ هؤلاء التركيبة دي. I advise you to. أنصحك أن تفعل كذا. I advise you to do your homework. I advise you to listen to your mom. I advise you to make a plan. I advise you. سم حط to plus in fact. طيب أنصحك أن لا تفعل كذا. I advise you not to. I advise you not to watch too much TV. I advise you not to play. You have exam. تمام؟ أو الطريقة سهلة جدا. I advise you to or I advise you not to. تاني طريقة سهلة جدا. بس استخدم الكلمة should ينبغي أو المفروض. أو عكسة لا ينبغي shouldn't. أو ليس أي من المفروض. عندي should و shouldn't. should ينبغي. shouldn't لا ينبغي. وكلمة should و shouldn't بيقرار فعلي في المصدر. should go. shouldn't go. you should play. you shouldn't play. طيب. الاثنين بيقرار فعلي في المصدر. طيب نفرض عندي سؤال هنا موجود بعد lesson 4 في نفس المفروض. في استينيكس بوك. بيقول لي اختار هنا. الـ verb should. الموضة الـ verb should. ولا shouldn't. هعرف منين. حسب المعنى. يعني good verb أو should. مفروض حاجة مفروض عملها. هعرف من خلال المعنى. هكرا السنتنسة ترى أقول بقى مفروض ولا ليس من مفروض. حسب الـ verb. يعني مثلا هنا في نمبر وان. عمل نمبر وان. نمبر وان اصدن. you should buy a guide book. مفروض اشتري كتاب دليل. الساح والسلساح. before you go to a city. for the first time. you should. منفحش اقول you shouldn't buy a guide book. هنقرب نمبر تو. اختار should or shouldn't. وانا حسب الـ verb البعض للسبيس. يعني هنا you should. ولا you shouldn't take photos. of people. unless. إذا لم. unless you ask them first. يعني المفروض. take photos. ألتكت صور. of people. للناس. يعني المفروض أصور الناس. ولا مش المفروض أصور الناس. unless. إذا لم أستأذنهم. ask them first. هول المعنى بصح. ليس من المفروض. أن ألتكت صور للأشخاص. إلا إذا استأذنتهم. يبقى هنا. you shouldn't take photos. of people. unless. إذا لم. you ask them first. يعني لازمن. ask them first. number three. نقرأ مع بعض. يلا. look after. يعتني بين. look after. إذا نبقى الكلمات الموجودة في نتوان. هل نحن نقولها من خلال شرح. grammar. and language notes. and language functions. هنا look after. يعتني بين. take photos. يعني يلتكت. بعض الصور. وقايد بوك. كتاب مرشد. بمعنى كتاب في معلومات. عن المدينة. المطاعم. الفنادق. وهكذا. three. look after your positions. positions means ممتلكات حكتك. your camera. your mobile. your money. وحكذا. your positions. look after your positions. تمام. هنا بقى. you should. ولا you shouldn't. leave them on a bus. or a train. المفروض. ولا يسا المفروض. leave them. تسابهم. leave. يترك. أو يغادر. هنا يتركهم في البس. طبعا. لا يساهم المفروض. يبقى. you shouldn't. leave them on the bus. وهنا في ملحوظة. on a bus. مش in. أنا بلي كلمة بس. بلي كلمة ترين. بلي كلمة بوت. بلي كلمة شاب. بس تغادم حرفة. on. on a bus. مش in a bus. نمبر فور. الدكرة معايا. you space always carry your passport with you when you are traveling. لما بديك تسافر when you are traveling. because people sometimes want to check it. عشان الناس بيحتاجهم يتشك. يشوف الباسبورت بتاعك. هول you should always carry your passport. ولا you shouldn't. طبعا أكيد. you should always carry your passport. تمام؟ إذن الاختيار ما بين should و shouldn't في سؤال تشوز سهل جدا. احنا قلنا في سؤال اسم مواقف لو تني سؤال في الامتحان. ها يدي لي sentence يقول لي. هتصرف الزائعة. هتقول إيه. what you would say. هنشوف بقى هنا كده. في مواقف في السينسبورك. ونشوف هنقول إيه. هنا مثلا في نمبر ثري. أمامنا نمبر ثري. a tourist has lost his bag. فقد الشنطة. has lost. has lost his bag with his camera and passport in it. والكامرة والشنطة فيها الكاميرا وفيها الكاميرا وفيها الكاميرا. what do you say. أول سؤال بيه كده. يدي لي مواقف كده. ولي what do you say. أو what would you say. هتقول ليه في المواقف ده. طبعا هنقول ليه في المواقف ده. هو هنا مدالي على هيئة اختيارات. إنما مش بيجي اختيارات. بيقول لي هتقول ليه في المواقف ده. بقول لي. don't worry. I'll take you to the police station. هتقول ليه السياح كده. ما تقلق شيء. أنا أخذك. أو أديك لل police station. وقال لأقول. you should be more careful. كان المفروض تبقى أكثر حذرا. طبعا هتقول هنا. ما تقلق شيء. أنا ساعدك. أو هو أديك لل police station. يبقى. don't worry. I'll take you to the police station. إذن الهدف من language functions. في كل واحدة في جزء بسيط في language functions. عشان السؤال. عشان الديليك طبعا الأول. عشان الديلي life. نستخدمه في المحافظات. وعشان السؤال situation. سؤال المواقف. نرجع بها حكاية should and shouldn't. عرفنا الفرق بين should and shouldn't. وندي تاني حاجة في give advice. لنأول حاجة I advise you too. إذن لما يجلب في grammar هنا في السؤال. اللي هو السؤال. اسمه rewrite. لما يجلب قمنا في الشود أو شودين. ويستخدم advise. نجرب كده. مثلا. you should do your homework. يستخدم advise. هول بقى you advise do your homework. مش. not right. that's wrong. إنما هعمل إيه. كن ذكي. أنا هنا بدلوا. مش نفس الكلمات إنما نفس المعنى. في سؤال rewrite. بشارط. give the same meaning. يعني you should do your homework. هي نفسها I advise you to do your homework. صح؟ نفس المعنى. the same meaning. إذن أنا بدور عن meaning. مش الكلمات. إذن you should go. هي نفسها I advise you to go. تبع لو shouldn't. you shouldn't go now. أو يبقى نفسها I advise you not to go now. تمام. إذن في سؤالي rewrite لو فيه should أو shouldn't. وعاوز advise. يبقى بذكارك بي. تركيبة الأخرى. I advise you to. أو I advise you not to. تبع نفرق قومنا فيها should أو فيها I advise you. I advise you to do your homework. هي نفسها you should do your homework. تمام كنا؟ تبقى قومنا فيها should أو فيها advise you. وعاوز كلمة good idea. ممكن تفكر شوية. احنا قلناها تدو نفس المعنى بسين meaning. مش نفس الكلمات. you should do your homework. هي نفسها I advise you to do your homework. تبقى لو عاوز good idea فكرة جيدة. هل هذه فكرة جيدة. فكرة جيدة أن تزاكر. أن تعمل واجباتك. يبقى هي نفسها it's a good idea to do your homework. it's a good idea to do your homework. نفس المعنى. تبقى لو عاوز كلمة better. من الأفضل. أفضل better. هو من الأفضل لك أن تعمل واجباتك. نفس المعنى. يبقى it's better to do your homework. تمام؟ إذا مندور عن الميليك. إذا عندي بقى should or shouldn't. I advise you to or not to. أو it's a good idea. أو it's good. أو it's best for you من الأفضل لك. it's best. الأفضل. to do or not to. to do your homework. أو not to go out now. not to waste your time. وهكذا. كده different structure. تركيبات المختلفة. في giving advice. أعتقد كده سهلة جدا. فيه كمان طريقة أخرى. to give advice. لو كنت مكانك. كنت عملت كذا. صح؟ نفس المعنى. تركيبة مختلفة بس نفس المعنى. هنشوف بقى التركيبة دي. لو أنا كنت مكانك. if I wear you. أحفظي. if I wear you. مش if I was. if I wear you. وهنا في الحالة دي. to give advice. باستخدم مع كل ضمير يعني ما قلش if I was. if I wear. if I wear you. لو كنت مكانك. كنت عمل. I would. إذن إزاي كامل الجملة اللي فيها if I wear. if I wear you. لو كنت مكانك. I would. ونحط الفعال في المصدر. إزاي. هاول if I wear you. I would study hard. if I wear you. I would watch this video. طب نفرد جملة بتقول you shouldn't waste your time. لا يسمى المفروض تضيع وقتك. you shouldn't waste your time. عاوز كلمة if. يقصد إيبا. if I wear you. تمام. عشان نفس المعنى. طب if I wear you. I would. لا. عشان نفعقول if I wear you. I would. لأن في الجملة في shouldn't. يبقى أقول if I wear you. I wouldn't. إزا إلا ما تديلي should. يبقى if I wear you. I would. إنما لو shouldn't. if I wear you. I wouldn't. I wouldn't waste my time. طب نشوف كده مع بعض كده. simple quiz. مثلا هنا. your friend forgot to do his or her English homework. the listening starts in five minutes. الدرس هي بدأ في خلال خمس دقائق. ملحوزة هنا. in the time بمعنى في خلال. يعني in five minutes في خلال خمس دقائق. in ten hours في خلال عشر دقائق. your friend forgot to do his homework. the listening starts in five minutes. ده موقف يقول لي what you would say. هتقولي في الموقف ده. هشوف أقولي بالعربي. ثم ترجمه الإنجليش. أو لو أنت if you think would الأفضل. if you think in English. عطولا نقول بالإنجليش. إذن ده محتاج أدفايس نصيحة. طيب إزاي أنصح. يبقى I should or shouldn't. I advise you to or not to. وهكذا. هنا زميلك نسي يعمل واجباته. الدرس هيبدأ في خلال خمس دقائق. يبقى قول المفروض تعمله حالا. علشان الدرس هيبدأ في خمس دقائق. كل اللي عمل أقولي أو you should. هيجورافي عالي في المصدر. you should ايه؟ تعمل واجباتك. you should do your homework now. the listening starts in five minutes. شوفت إيه سهل وبسيطة. you should do your homework now. تبليه now. عشان يقولي the listening starts in five minutes. ونكمل السنتس عشان يبقى معنا لكم نصح. نمبر ثري. your younger brother or younger sister wants to look at the sun. أخيك الأصغر أو الصغير أصغر منك يريد أن ينظر للشمس. طبعا ده حاجة ضررة. إذن إذن مش هستخدم you should. هستخدم you shouldn't. يبقى قول إيه؟ قول معي. very good. you shouldn't إيبا حدور عالفعل في المصدر. what is the verb here? look. يبقى you shouldn't look at the sun. you shouldn't look at the sun. number four. your friend fall over. fall over يسقط ويع. مشي ويع. كان لكي بحاجة ويع. fall over. your friend fell over. when he was playing. كان بيلعب. when he was playing sport. يمرس الرياضة. now it hurts. والفربي hurt يعني يؤذي أو يدر. now it hurts. يعني رقليب to go. when he walks. لم يجي مشي حسي بوضع. وزمي لك ويع. هاولي مفروض تشوف طبيب. you should see a doctor. الله عليك. أنا سمعك. you should see a doctor. أو I advise you to see a doctor. أو it's best for you to see a doctor. أي طريقة. أم حاجة استركشة لكون صح. المينيق صح. number five. نكره مع بعض. there is a small fire. في fire في حريك. there is a small fire. حريك بسيط يعني. in your washing machine. ووش يغسل. your washing machine. washing machine غسالت ملابس. washing machine. there is a small fire in your washing machine. your younger brother or sister. get some water. راح يجيب مية. get. يحصل على. get some water. راح يجيب مية عشان يدفع الفاير. طبعا مش هينفع نستخدم مية. في ادفع الفاير. هاول. مش المفروض تستخدم مية. you shouldn't use water. عاوز تكمل السنتنز. لكي تدفع الحريك. to put out the fire. put out بمعنى يدفع. put out the fire. or put the fire out. you shouldn't use water. to put out the fire. أعطيت كده الكل لفهم. حكاية should or shouldn't. و... يعني... mini-straction with the advice. ترجمة نانسي قنقر. 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 ترجمة نانسي قنقر.